هيدلاينز نقيب الصحفيين زيادة دبار في تصريح ولت البرح نهار المحاكمة امتع صحفيين برهين بسايس ومولادة صغيدي لزميلة مروى ادريدي نرجع احنا للعنوين في المغرب بالامين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد الشيبي في حوار له مع جريدة المغرب يقول انه الحكومة لم تتفاعل بعد معات حركة الاتحاد وهيئة ادارية وطنية يوم الاربع القادم للتحضير للمنتدى النقابي والمجلس الوطني في شأن العالمي نقرأ والابادة وهجوم رفح محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكمها ضد الكيان المحتل بين وقف اشتيح رفح وانهاء الحرب هل تتحقق العدلة بقلم حكيم بن حمودة يكتب غزة وملامح العالم القادم هذه ابرز العنوين في المغرب اليوم من غادي نمشي مع الصباح حلاوين القاو منفة الصباح مع اقتراب فترة الظروة الصيفية اية استعدادات لنجاح الموسم السياحي هل تأمر العدلة الدولية هل تأمر العدلة الدولية بإيقاف الحرب على غزة مما تعطيل مبادراتهم التشريعية نواب غضبون من مكتب البرلمان وتوجه نحو تغيير تركيبته نقص بأربعين في المئين في البثور مطالبة ببيع محاصيل الشعير لمراكز التجميع حتى لا تصنف كعلف احدها تمنى ثلاثة شواطة وتعهد بحملات تجيير هل يكون حاضب البيع مع البنونك افضل من بقية القطاعات رغم تسجيل الميزانية العمومية لفاظ بوحد فصلتها مليار دينار تعهدات الدولة ومصاريفها الثاني السنة على عجز نقرأوا ايضا الاوليون الافتتاحية بتبيعها صباح الخير مونيا العرفاوي تكتب احرار العالم يعترفون بدولة فلسطين وسط تطلق الاستعمال وسائل ذكال الصناعي بين المشارات الجيدة والتحديات المطروحة كان هذا اللي ترحناه البارح في ثلاثة مواضيع مختلفة بين منتدى طبي بين المنتدى متاع الوكالات الانباء وايضا الحوار اللي كنا مسجدين في مينيجا مع الفغيمان طوال الناس كل تتكلم عن ذكالة الصناعية دايغم البارح كعملت المليحظة ذي هبعثولي برشا ناس على النهدوات على الذكالة الصناعية في مجالات مختلفة لانو لا تليجنس ارتفيسيل باقي تخزو المجالات الكل ومش تتسهل برشا برشا معناها العمل في كل الميدين يعني مش نقص برشا مصاريف خاصة على المستوى الاقتصادي بالنسبة للمؤسسات وكل دايغ معنا تقيم الانستيوت تونيزي اللي بش نظم نهار ستة جوان النادول السنوية متاع وحول الذكاء الاستناعي والحوك كما دونك ولا اللي يهمهم الامر نهار ستة جوان ثمانية وربعة متعص بداية ثمانية وربعة في نزل اللايكو بش يكون دونك الدورة معنتها دونك السابع يقدموا فيها اللغيات والبروموسيون متاع البروغرام متاحهم الاخيري مع السوربون ويا باري وكل سوربون بزنس كول نظمها معز جودي ولا دونك برشا ندوات ولا تطرق الموضوع الذكاء والمهم انه احنا في تونس طوى انه يكون عدد كبير من الندوات كيفما هك وتجارب استعمال وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الاقتصادية اليوم برشا معناه باقين يوظفوا في الذكاء الاصطناعي في العمل المتاحهم هذا حاجة مهمة برشا خاصة نحكيو فيها على تونس لانه صح متأخرة التواجه نحو الذكاء الاصطناعي لكن ميساش متأخرة المهم معناها نبدأ التجارب كيفما هك ونلحق اموة بالراكب كيفما يقولوا على المستوى العالمي ايبو وغيرهم معناتهم اللي يستخدم منك العام في كندا ومعتوان سيلا خيري نختم مع جريد الصباح هجر في الشأن الرياضي الترجي الرياضي ركلة الترجيح في البال والمدب يتحول غدا الى القاهرة هكا تعانون الصباح ولكن مش متأكد الاهل المصري يمنح تذكير الترجيين والهي هتطالب بسبع لاف نبقى مع ترجي في الاخبار الرياضية في الشروق نقرأ كاردوز وحفز لاعبين وجهز الخطة الترجي يتحدى الاهلي وجمهور الترجي يشعل الاجواء في القهرة هذا كما الفيديوهات اللي شفناهم البارح اجواء كبيرة للجماهير ترجي في مصر وكان فما لفت انتباه كبير لفت انتباه كبير من المصار ووقتها في الشوارع وكل نبقى في جريد الشروق نقرأ في عناوين اخرى في صفحة 13 في علاقة بملف الشهيد بالعيد شكري بالعيد احالة العاكرمي واللوز على دائرة الارهاب نقرأ ايضا باشراف رئيس الحكومة مجلس وزاري حول ملف تأشيرات الالكترونية في الصفحة الثالثة وفي الصفحة 13 نقرأ الاسبوع المقبل انتهاء الاشغال اربع بوابات جديدة في معبر رسجدير في شأن العالمي نقرأ الاعلام الايرانية تحدث عن مؤامرة اسرائيلية هل اختلاء الموساد الرئيس الراحل الايراني ابراهيم رئيسي في الصفحة السابعة فقط اشارة ويسيم لانه بكري شوي يصبح وكالة تسنيم الايرانية هتتأخر المعطيات في علاقة بالتحقيقات حول سقوط الطائرة والاسباب متاع سقوط المروحية بليتو حسب المؤشرات الاولية فانه السقوط المروحية كان لأسباب معناها طبيعية ما فماش حتى مؤشر على انه كان فما مثلا هجوم وقال شيء من هذا القبيل اكدت ايضا السلطات الايرانية انه يتم تجنب التصريحات اللي يكون فيها معناها توجيه اتهامات لجهات اجنبية هذا بطبيعة حسب ما ورد في وكال التسنيم الايرانية نرجع لجيريد الشروق دائما في شأن العالمي في صبح الرابع نقرأ اليوم تصدر قرارها هل توقف محكمة العدل الدولية حرب غزة هكذا تسئل جيريد الشروق في علاقة بقرار المتوقع من محكمة العدل الدولية اليوم نقرأ Sacha الإذن, Habibel Lourdes et Bashir Akrami seront jugés dans des affaires à caractère terroriste. Nouvelle niche et opportunité d'emploi. Journée portes ouvertes pour sensibiliser les jeunes au métier du tourisme. La Tunisie abrite à partir d'aujourd'hui la deuxième édition du Congrès africain sur les maladies rares. Évasion fiscale, nouvelles mesures et nette détermination à éradiquer le fléau. نغرا ویدان في العالمين يعانم وصديم بحق أنحوان دائم للطبع المنزل موسيقى لنزل النزل موسيقى ربطان موسيقى ڈالي جمع او او انظوم او 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 الجسg 2 2 le suspense à son apogée le mandat du bureau fédéral de la fédération tunisienne de football vient d'échoir le 20 mai des litiges sans juges et une compétition menacée ess a quand le retour de mohammed emil ben amour tc l otan lium démarrage aujourd'hui la 7e édition d'envirofest tunisia l'environnement se s'élèbre sur le grand écran exposition de soumaïa narkouri à central tunis en apesanteur au centre ville génocide à gaza l'égypte menace d'arrêter sa médiation dans les négociations de trêve iran qui sont les potentiels candidats la succession du président ébrahime raïsie n'étaient d'eau les sochaffes à l'yau mêlée salle taut d'eau à la l'antichabat riais il moucblé l'anouane quinn, اقبال كبير ونسبة الموافقة فقط السبعين بالمئة وفي صفحة سبعة نقرأوا مؤتمر مستقبل الطيران المدني المنعقد بالرياض تونس تنوي انشاء مطار من الجيل الجديد في تونس الكبرى في شأن العالمي في صفحة سبعتاش طبعا عودة على الاحداث في غزة القتال في غزة يحتدم ارتفاع حصيلة الضحايا ومحاصرة مستشفى العودة لليوم الخامسة الافتتاحية بعنوان على هامش الاحتفاء بالبروفيسور الباوندي كيف نستثمر في البحث العلمي ايضا جريد الشروق فقط اشارة موضوع الافتتاحية كان ايضا عودة على الاحتفاء بالبروفيسور الباوندي اللي تحصل على جائزة نوبل الكيميا نجمو تشوفوا تقرأوا معناها الافتتاحية اللي كانت بعنوان في الشروق فقط نرجع لها الافتتاحية كانت بقلم منجي الباوندي قصة نجاح قصة الهم بقلم فاضل الطيشي هذه أبرز العنوين اللي بشنقروها سواء في الشروق وإلا في الصحافة اليوم من ردي نمشي موسيقى كن، دي موانت، قد لا تصدق، أكتب سمير دهمي، كن، وغرد موظف من غرامات، أكتب سمير دهمي، وفرق يا أخي، وما سيدي، وانه يشكت في كن، كن، وإن، وغرد العديد، ومعن، وستيان، ومعن، ومن سيوني، ومن الموظفين، ومن أكتب حدث، ومن ثاني، في الأطفال، ومن ثاني، وفرق، وين، ومن ثاني، ومثال، للسالون دلالا كرياسون اغتيزانال في الكرم من نهار اربع وشي ميل لنهار اثنين جوان. ولا الموعد كنتحبو تمشيو العين المكان. نقترح عليكم الان. نمشيو مع اه موعد الاخبار. اخبار سبع ونص بعد شوية بعد الاخبار. ام ثم بش يكون معنا عديدة ضيوف اليوم اسباح في